مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة حول التقصيد طلع لكم من قناتكم الوطنية تيفي إذن نبدأ نشرتنا الجوية بالصورة اللي اخترناها لكم لنهار اليوم نروح بكم إذن إلى هذه الصورة صور الخجول البرزة وسط أثلول تلوج أقول بجبل الشلعلى بباتنا إذن بالنسبة للوضعية المرتقبة مع فجر الأربعة إن شاء الله عدم استقرار جوي أمطار ستكون في الموعد أمطار فصلية إن شاء الله على إذن بويرة على الغزوات على التلمسان أمطار كذلك ستكون في الموعد على الصيف على باتنا على خنشنا الأمطار والثلوج الحمد لله ستكون في الموعد على منطقة بشار ثلوج كذلك ستكون في الموعد بإذن الله على البيض على آفلو على مشرية نعامة كذلك أجواء تبقى غائمة مع الفجر على الويد صحية الوسطى الشرقية والغربية كذلك زوابة عراملية إذن الحيطة والحدر على تمناست بينسبة لدرجات الحرارة مع فجر الأربعة إن شاء الله درجات حرارة تبقى منخفضة درجات حرارة تحت الصفر بإذن الله على ولاية الهضاب العليا ونتلحق ناقص ثلاث درجات تحت الصفر على الصيف باتنا خنشلا أريسة نازل عين أرنت ترتفع من قيس درجة واحدة ناقص أربع درجات تحت الصفر على البيض مشرية ونعامة نسجل ناقص واحد درجة كأدنى مقياس على تلمسان تبقى درجات حرارة منخفضة لبرودة في الموعد نسجل مقياس الدرجات على غرد يازل فانا بريان تسع درجات على منطقة الصورة سبع درجات على تيمدوف وحداشن درجة على أدرار خمس درجات على تمناست نفس المقياس بأقصى الجنوب ووسط الصحراء من ثلاثة حتى تسع درجات على مرتفعات الهوغار والتسلي إذن نحن نرى الوضع المرتقبة بعد ظهيرة الأربعة إن شاء الله أمطار بعد ظهيرة إن شاء الله ستكون في الموعد Umlad 在 الولايات الساحلية الوسطى على جزائر, على بومردس على تيفوزا كذلك أمطار إن شاء الله ستحرك على الولايات الشرقية أمطار إن شاء الله ستحركy على الولايات الغربية إن شاء الله على وهر المستغانم على صيت بالعباس كذلك أمطار تستمر حتى بعض ظهيرة على المسان ستكون في الموعد على البويرة brigسنتينا على أم البواقي على سطيف及 باتنا ثلوج خير بعد الظاهرة إن شاء الله ستكون في الموعد على الجلفة على الغواط كذلك على تسيارة إذن العموم ثلوج ستكون في الموعد على المرتفعات اللي يبدأ العلو والتحى من 600 حتى 800 متر بإذن الله طيلة يوم الأربعة إن شاء الله يعني يوم غد زوبة عرمية الحيطة والحدر سوعة الريح 30 حتى 60 كم في أساعة بطبيعة الحال هذه الزوبة عرمية ستؤدي إلى ضعفة الرؤية الأفقية على أدرار وتمرس كذلك وجانات كذلك بالنسبة لذلك على الولايات الصحرية سوح من النوع العريم توسط أجواء ستبقى نوعا ما غائمة بعد الظاهرة على مطيقة الثورة على بشار وتستمر الثلوج إن شاء الله حتى بعض الظاهرة على بشار كذلك بالنسبة لدرجة الحرارة بعد ظاهرة الأربعة إن شاء الله البرودة تبقى في الموعد درجة حرارة فصلية منخفضة إذن من حتى 12 درجة على طول الشريط السحيلي 12 درجة بإذن الله على شلفت لحقتم درجات على تلمسان تلت درجات إذن برودة في الموعد من تمركزها خاصة كذلك على ولايات الهداب العليا وينتلحقتل تلت برجات على البيضة مشرية ونعمة 6 درجات على سطيف باتنة خنشلة أريس عينزال لعين أرنات من 10 حتى 11 درجة على بسكرة منطقة الود نفس المقياس على ورق لاتوغورت حاسيم سعود حاسي بركين 13 درجة على منطقة الصورة من 20 درجة حتى 22 درجة على بنيعب باستاب البالب برج الحواس نفس المقياس على تمن راست 19 درجة بوسط الصحراء نفس المقياس بأقصى الجنوب نحن نشوف إذن البحر لنهار الغد بإذن الله عموما يبقى مصطربها يجعل أغلبية سواحل الشرقية العوانة تنس دلس المرسل المهدي مع تجاهات الرياح مختلفة رح تكون غربية تماما على سواحل العوانة حتى تنس دلس شمالية إذن شمالية بإذن الله غربية على سواحل المرسل المهدي تعود ترجع جنوبية غربية على سواحل الشرقية إذن المشاهدين نحن ختم ونشتكم الجوزة لنهار الغد الاربعاء 25 جنبير 2029 الشرق على الساعة السابعة 57 دقيقة صباحا مما الغروب على الساعة السادسة وخمس دقائق مساء أكيد ليمزل من المعلومات من لكم غير تزوروا مواقع الوطنية في الخدمة بقوة الأخيرة حلو أفرحتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر